السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا فيديو جديد واول واحدة عامله على اليوتيوب ان شاء الله هتشوف الطريقة بتاعتي وهتعجبكم هنعمل النهاردة هنضف المنبار في البرتمول ايه رأيكم بقى حاجة كده ابتكسة من الاخر بجد الطريقة سهلة جدا انا انبهرت كده بص من النظافة بتاعتها ومن الشكل بتاعها بص ما شاء الله المنبار عامل زي البفتة البضاء بالزبط ابيض زي الفلهو ما شاء الله عليه ان شاء الله هتجرب الطريقة بتاعتي هتعجبك جدا جدا وبدون تعب ولا مجهود ولا تمسك سكينة وتعود الكحة في المنبار ولا تكون محتاج حد يمسك معاك ولا وجع قلب خالص يعني كل ده ان شاء الله هتخلصي مش هياخد منك وقت نهائي حتى لو عندك عشرين كيلو منبار يلا بينا بقى نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة يلا اشترك فيها وفعال الجرس شوصلك كل جديد بننزله على القناة وما تنسينيش باللايك على الفيديو اول حاجة معنا المنبار بالنسبة للمنبار بتجيبي من ايه بيجيبي من عند الجزار هتقول له عايز الحجم الوسط ده افضل حاجة لو جدت الحجم الصغية هيغلبك شوية في التنظيف وفي الحشو ولو جبت الحجم الكبير اوي هيبقى شكله مش ظريف فانت الافضل تجيبي الحجم الوسط تمام؟ طبعا احنا لما بنشتري المنبار فطبعا بيكون في دهن كده في ايه في حرف المنبارية كده زي ما انت شايف فيها انا الراجل للأسف بعد ما جيت بقى اشتريته منه وجيت بقى في البيت بفتح الكيس فلقيت الدهن بتاعه قليل كان نفسي بقى كتير كده اشنا هشرح ايه عليه وقول لكم بتشال ازاي عمتا هي موضوع سهل جدا يعني هتروحي جاية شايرة الدهن اللي هو طالع منه ده لو كمية كبيرة زي ما قلتلك لو كمية صغيرة زي عندي كده هتسيبيها خلاص ان الدهن ده اللي بتاع عملك الرز جوا المنبارية تمام؟ فانا طبعا ايه هقطع معاك بس حتة كده بس توريكي تتقدع بكل سهولة اهي بص حجاشة ده كده واتسيبي حتة صغيرة كده ايه في المنبارية شايا لما نقلبها ونيجي نحشي الرز بتاعنا ونحط الخضر وحط الكلام ده كله يطعم ايه الخضر معنا ويطعم المحشي تمام؟ ادي المنبارية هو ستنقليه وبقى هجيب المسنة ده افضل حاجة المسنة او اي حاجة نعمة عندك واروح جاية مسبتة عليها كده المنبارية وبعد كده هفضل شدة شد وطبعا انا سند العصاية بتاعت المسنة على ايه عليا كده ماشي واروح جاية بقى جايبة الطرف اللي انا قلبته من جوة وشدها شايف الموضوع سهل جدا مش صعب خالص بعد بقى ما هقلب المنبار كله زي ما قلتلك افضل حاجة يكون على مسنة او اي حاجة تكون نعمة خشنة لا عشان ما قطاش منك خدتوا بقى على الحنفية وروح تجاية غسلية كويس جدا كده بالمية بالمية بس ما ضفتش اي حاجة تانية وبعد كده صفيته كويس وهصفي تاني وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني هنا بقى البرتمان اللي بقولك اللي احنا هنضف فيه النهاردة المنبار عملنا فيه الكشري وعملنا فيه الفراخ وعملنا كمان السمك في البرتمان يعني وعملنا الفراخ المشوية في البرتمان عملنا حاجات كتيرة جدا في البرتمان ودخلنا الفرن وكل حاجة وكان بسم الله ما شاء الله افتكاسة جمدة جدا هنا بقى هعمل ايه بقى الوقتي هجيب اللمون ده انا كنت انفرزاه عندي في فريزة طلعته قبله عشان يسيب شوية وبدأت بقى كده اعصر هعصر كم لمونة هعصر تلاتة لمونات هقطحهم كده وابدا اعصرهم يعني طبعا برتمان بتاعي قليل فمش ياخذ الكمية كلها اللي معايا فانا هعصر تلاتة بس كده وحط نص الكمية يعني احطها في البرتمان وبعد كده بقى ايه نعمل نص التاني برضو في نفس البرتمان حطيت هنا معلقة كبيرة باكم بودر وكمان حطيت معلقة كبيرة ملح لمون وهقلبه كده مع بعض بص اول ما هتقلبه هتلاقي عمل فوران ازاي هو ده المطلوب اهو شايفة تمام هنجيب ايه بقت الوقتي هجيب نص كباية مية وزودته على المقادير اللي احنا حطناها جوه البرتمان وبعد كده بقى هامسك بقى المنبار وحط نص كده جوه البرتمان البرتمان بتاعي قليل كده فايه مش هياخد معي الكمية كلها تمام زي الفول وراح جاية مغطية شايفة وهفضل بقى ايه اقلب فيه بقى كده هفضل اضرب فيه كده بالشكل ده يعني المدة تلات دقيقة تلات دقيقة كده يفضل يرجي كده في البرتمان كده بالشكل ده عشان الخطي طبعا ايه كله ينضف معاك من فوق المنبار يكون على الوش كده ومن تحت وكله ينضف معاك حتة واحدة ما تبقاش حتة وحتة معاك هي تلات دقايق مش حاجة شايفة الدهون ينزلت جوه البرتمان شايفها هنعمل بقى تلواتي ايه هنجيب بقى الطبق وراح جاية حطه في المنبار وتعالي تفرجي بصي 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 ما شواء الله نضيف معانا وزاي الفل ازاي وطبعا الدهون بتطلع في ايه اهي يعني انا لو روحت عالحط الوقت واشتفتها كده بالمية بس هتنضف معانا بكل سهولة بس انا هعمل تكاية كده عشان هتأكد برضو اللي هو نضيف هجيب ايه هجيب الليفة اللي فانضيفة وجديدة لسه ايه زي ما انت شايفاها هفتحها كده ونروح عالحوض وهاروح جاية مسك المنبار هابلها الاول كده بالمية وامسك الايه المنبارية واروح جاية منضفة اول حتة كده منها تمام اهو واكمل زي الفل والله العظيم يا جماعة نضف معايا وكان اشطى ومشاء الله شامعة منورة كده ما كنتش مصدقة وامبهرت فعلا من الطريقة شايفا اهي تطلع معاك بكل سهولة طبعا هعمل كده مرتين مش مرة واحدة يعني تلوق الوقت بعد ما خلص الكمية بتاعتي هاروح جاية بقا هادلق المية ديت واشطف المنبار مرتين تاني او مرة وحط مية نظيفة وراح جاية حط المنبار تاني فيها وهاخسل الليفة تاني وهارجا اعمل كل اللي انا عملته تاني يعني هارجاين بس كاي الليفة وابدأ برضو تاني شدي تاني مرة تانية يبقى انا كده عملت مرتين بس ماشي كده اهو حط المية في قلبك كده واتأكد اللي هو نضف من بره ومن جوه عشان لما اعمل الخطوة التانية نفس الحركة يعني هارجا برضو عملها بالليفة فكون متأكدة معايا اللي هو نضف معايا بقى زي الفل اهو كده خلصت خلاص مرتين كده غسلت بالليفة تمام وحطيته هنا في المية بصي بقى كده بسم الله ما شاء الله شامعة منورة ازاي الله هو اكبر عليك اشتا والله العظيم يا جميعا ورحته يعني جميلة جدا اوعد حطي خل في المية في المية وانت بتغسليه ولو انت بتنقعيه ولا اي حاجة الخل بيهري المنبار وغير كده كمان بيخلي بيسبت الرحة بتاعته فاوعد حطي خل لمون بس كده 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 بقى خلاص بعد ما غسلته بقى كزا مرة وشطفته كزا مية بمية بس ما حطتش اي حاجة تانية ولا عملته بسكينة ولا عملته باي حاجة خالص هروح الجاية بقت الوقت بقى حطاه في طبق كده زي ما انت شايفاه وروح تجاية عصر علي لمون بص المية بتاعته بصي لو هو كان فيه حاجة وكانش نظيف ولا كده كنت اتلاقي المية بتاعته متعكرة كده ومش حلوة بس بص المية والمبارية فيها زي الاشطط زي بسم الله ما شاء الله بفتح يا رب الطريقة بتاعتك كنا عجبتكم سهلة وبسيطة وباللعلك يا شيخ ما تنسيني باللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة